اهلاً ومرحباً بكم للحلقة الأخيرة من هذه السلسلة التي تقارن أعمال داعش بما نجده في نصوص الإسلام لو تابعتم الأحداث في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية لشاهدتم مجموعة الدولة الإسلامية داعش تهدم المراقد والآثار نرى أهل اللحاية الهمج يدمرون ما تبقى من تاريخنا العريق وهم يكبرون باسم إله الإسلام طبعاً المسلم اليوم يرى هذه المناظر ويقول تلقائياً أن الإسلام بريء من أعمال داعش ولكن هل الإسلام فعلاً بريء أم هو الذي شرع لهم هذا التخلف الهمجي؟ القرآن مبني ومؤسس على رسالة واضحة وهو التعصب للتوحيد ويكرر لنا القرآن مراراً غضب إله الإسلام على الشرك به نقرأ في القرآن عن قصة إبراهيم وما فعل بأصنام قومه نقرأ عن هذه القصة في سورة الأنبياء وتبدأ بالآية 51 بانتقاده لقومه على الوثنية ولكن نقرأ من الآية 56 ونرى ماذا فعل إبراهيم عندما غاب قومه عن المعبد قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون طبعاً المسلم يقتدي بإبراهيم وعدائه للأصنام نقرأ الآن ما قاله محمد في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم عن عمر بن عبس السلمي نقرأ فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثاني وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ومحمد أوفى بعهده بعد دخوله لمكة نقرأ في صحيح البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل وهذه لقطة من فيلم الرسالة ومحمد يكسر الأصنام داخل الكعبة كما جاء في الحديث لكن محمد لم يكتفي بهدم الأصنام فقط سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون طبعا المصور في زمن محمد هو الرسام وليس مصور فوتغرافي طبعا محمد أيضا قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة مشكلة محمد مع الكلاب وصلت للقتل نقرأ في البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب طبعا الأمر بقتل الكلاب غريب جدا لو كنت مؤمن أن الله خلق كل الحيوانات فلماذا يخلق شيء ويطلب من مخلوق آخر قتله نعود لمسألة التماثيل والآثار إحدى النقاط التي نسمعها من الناس الذي يباعدون الإسلام عن هذه الأعمال إذا الإسلام فعلا أراد هدم الآثار فلماذا لم يحطموها الصحابة بعد غزوهم للعراق وسوريا ومصر والبلدان الأخرى؟ وهناك ثلاثة أسباب توضح لماذا بقت الآثار القديمة لحد يومنا هذا أولا قد يكون المسلم الحاكم آنذاك لا يهتم بتطبيق حرفي 100% لتطبيق كلام محمد وكثير من الأحاديث لم تجمع في وقتهم لكن ليس من الضرورة أن يذهبوا ويقتلوا الكلاب أو يحطموا الأصنام طبقا للتعاليم حتى وإن علموا بالأحاديث المعنية فبالتالي هذا تقصير من الحاكم وليس حجة ضد الأحاديث الواضحة النقطة الثانية هي عدم قدرتهم على هدم بعض الأصنام أو الآثار مثلا في كتاب أخبار الزمان لعلي المسعودي في الصفحة 138 يتحدث عن خليفة في العهد العباسي الذي أراد هدم الأهرام الرشيد لما دخل مصر فرأى الأهرام أحب أن يهدم بعضها ليعلم ما فيها فقيل له لن تقدر على ذلك فهنا قد تكون النية الهدم لسرقة كنوز الهرم لكن الواضح أنه كان يصعب عليهم هدم الهرم نقرأ أيضا من المؤرخ المصري تقدين المقريزي في الجزء الأول من خططه الصفحة 123 عن محاولة هدم أبو الهول قرب الأهرام وفي زماننا كان شخص يعرف بالشيخ محمد صائم الدهر من جملة صوفية الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء قام نحو من سنة 80 و700 لتغيير أشياء من المنكرات وسأر إلى الأهرام وشوه وجه أبو الهول وشعثه فهو على ذلك إلى اليوم هذه المحاولة حدثت عندما كان أغلب التمثال تحت الأرض ولن يتم نبشه كاملا إلا قبل مائة عام تقريبا من قبل مهندس فرنسي وهذا يوصلنا للسبب الثالث الذي يبين لماذا بقيت الكثير من الآثار في هذا الزمن وهو بكل بساطة أن الآثار لم تكن مكشوفة في زمن الغزاة المسلمين إذا أبو الهول بحجمه الهائل كان أكثره مطموسا في الرمال فمن الطبيعي أن نعلم غالب الآثار في الشرق الأوسط لم تكن مكشوفة وقت الغزوات الإسلامية مثلا قبل توت عنخ آمون الشهير كشف قبل أقل من مائة عام فقط فكان مستحيل هدمه على يد الغزاة المسلمين قبل ألف عام هذا مقطع لصنم بوذا يكشف في بلد مسلم وهو بلد كرغيزستان قبل خمس سنين حتى مقاتلي الدولة الإسلامية على علم بهذه الحجة وفي فيديواتهم وهم يفلشوا الآثار شاهد ما يكتبون في أدنى الشاشة هذه الأصنام والتماثيل لم تكن ظاهرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بل استخرجها عباد الشياطين وهم يعطون صورة على يسار الشاشة للصنم على اليمين وهو يحفر في القرن الماضي نسمع أيضا حجة أخرى من الذين يريدون تلطيف نصوص الدين وهي أن المسلمين لم يحطموا الأصنام إلا بشرط أنها كانت تعبد في وقتهم ولا أساس لهذا الشرط في النصوص طبعا لم يأتوا بأي نص يدلوا أن هذه قاعدة في هدم الآثار ولو فرضنا أني بدأت اليوم بعبادة الأهرام هل هذا يستوجب تدمير الأهرام؟ النقطة الأخرى هو وجود حديث يقول لنا أن أصنام قوم نوح عبدها العرب وبعضها لم تعبد في الأول ولم تكن أصلا في البداية كأصنام للعبادة وكانت تماثيل لأناس صالحين من قوم نوح لكن عبدوها بعض الناس على كل حال بعد فترة من الزمن عن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ونقرأ بعدها فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت فمع هذا غطينا الجزء الأول من الموضوع لهذه الحلقة ونأتي للموضوع الثاني وهو هدم المراقد نرى الدواعش يدمرون الكثير من المراقد مثلا فجروا مرقد النبي يونس في الموصل طبعا فلشوا عدد هائل من الأضرحة الأخرى وهذه الأعمال تسبب مشاكل بين المسلمين لأن الشيعة مثلا يقدسون المراقد التي بنيت لأئمتهم فلماذا يهدمون الدواعش الأضرحة والقبور؟ لأن عندنا أمر بذلك واضح من محمد نفسه في حديث بصحيح مسلم عن علي عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال أيضا في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها فكما شاهدنا الأحاديث التي تأمر بهدم القبور والأضرحة واضحة ننظر الآن لما ذكر عن هذا الأمر في المذاهب السنية الأربعة نقرأ الصفحة 248 في الجزء الثاني والثلاثين من الموسوعة الفقهية هنا يتحدثون عن المستوى الأعلى المسموح للرمل الذي يطمس القبر المعروف بتسنيم القبر قال المالكية والحنابلة برفع قدر شبر وقال الحنفية قدر شبر أو أكثر شيئا قليلا نقرأ أيضا في الصفحة القادمة أن الشافعية أشد في هذه النقطة وذهب الشافعية إلى أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه فخلاصة الموضوع شاهدنا الإسلام يأمر بهدم الأصنام والأضرحة بكل وضوح وحسب المصادر الموثوقة فلا ينبغي علينا أن نتفاجأ اليوم بما تفعله داعش في المراقد والأصنام الأثرية ما هو إلا تطبيق حرفي للنصوص نصل أخيرا لنهاية هذه السلسلة التي تقارن أفعال داعش بنصوص الإسلامية أرجو مشاركة هذه الفيديوهات عند الاستطاعة لتوضيح الصورة أمام المسلمين الذين لا زالوا في أحلام وردية عن طبيعة الإسلام وتاريخه الأسود سأبعث فيديو أخير يربط السلسلة كلها في فيديو واحد خلال أيام الكثير يسألني عن ما سأفعل الآن مع انتهاء السلسلة والجواب الصريح هو أني لا أدري عندي مواضيع كثيرة أحب أن أتطرق إليها ومن ضمنها تحليلات حول القرآن وأيضا عن التنبؤات في الأحاديث شكرا لمشاهداتكم وإلى اللقاء